عملت اربعة وعشرين واحدة من الكوب كيك ببضاية واحدة بس الاجمل بقى من ان الكوب كيك ده اقتصادي وموفر ان طعمه عامل زي كيك تلت وينكس بالضبط طبعا هتجربي بنفسك و هتشوفي الطعم قد ايه كان جميل هنحضر كوباية كبيرة من السكر هنزل عليها بنص كوباية صغيرة من الزب و هضيف كمان مكعبين من الزبدة ما يعادل يعني معلقتين كبار من الزبدة هضيف عليها مرابع معلقة صغيرة من البانيليا و لو بتستخدمي الباكتجات استخدمي باكتجيل من الفانيليا هاجب بضاية بدرجة حرارة المطبخ و هحطها وهي دي البضاية بس الوحيدة اللي حضيفها مش هضيف بالتالي لنفس الكوباية اللي عيرت بها السكر مالتها حليب بس الحليب هنا لازم يكون دافي هاخد الحاجات دي هضربها في الخلاط ضربه متواصل مش هقل من 3-4 دقايق المواد الجفة هتكون ايه كوبايتين الى رابع من الدقيق و لازم ننحل الدقيق بتاعنا كويس جدا و هديب كمان 4 كوباية من النشا ما يعادل 4 معالق كبار هنزل عليهم بمعلاقة كبيرة من البيكنج باودر و هننخل بقى النشا مع الدقيق و البيكنج باودر كويس جدا هدي بقى رشة ملح صغيرة خالص و هبتدي بقى ان انا يقلب المواد الجفة مع بعض كويس جدا و لو بتحب الكيكات والحلويات السريعة فانا النهاردة نجمع عليك حلويات حلوة جدا جمعت لك الوصفات كلها كتابية علشان تكون سهلة و سيبالك الطريقة بتاعتها في البايو في اول تعليق شوف الطرق بقى بتاعت الحلويات و هتستفيدي منها جبت الخليط السيل بعد ما ضربته في الخلاط سيدي بقى اضيف عليه كل المواد الجفة هحطهم كلهم مرة واحدة بس بحطهم كده بالتدريج معلقة بعد معلقة و بعد كده هتدي اقلب بالمضرب اليدوي تقلبي كده بالراحة من تحت الفوق و يكون كمان في اتجاه واحد بس بجد الكب كيك ده هتعملي كب كيك حلو جدا طعم الكيك بتاعه عامل زي كيكة التوينكس بالضبط و عشان الكب كيك يطلع معاك يناجح لازم تثبطي الخليط بتاع العجينة بتاعته لازم الخليط ده يكون كوامه انسيابي مش تقيل قوي ولا خفي فابتدي بقى ان انا اقلب فيه لحد ما كل حاجة تفك مع بعض هديه في اخر مكون منه ده اللي هيخلي الكب كيك ينجح معي بنسبة 100% وهي معلقة كبيرة من الخل حطتها في الاخر و هقلب كده تقلبتين على السريع و هبتدي بقى اخد الخليط بتاع الكب كيك و احطه في الاختراع بتاعي اللي انا مش بستغنى عنه لما باجي اعمل كب كيك وهي الازازة دي هجيب القمع و هبتدي افضي كل العجينة بتاعتي شايفين العجينة قوامها الديين سابي ولا تقيل قوي ولا خفيفة وهو ده اللي انا عايزاه و كمان لما بتزبطي العجين بتاعت الكب كيك بما بتاخدش معايك وقت كتير في التسويه خلاص حطيت عجينة الكب كيك في الازازة هجيب بقى الغطة الاغطة ده انا عملاق دي الكب كيك بس انا فتحي كده بسكينة كانت سخنة عملت في فتحة صغيرة علشان يسهل علي خليط الكب كيك جوه الاوالب بتاعته هنقفل بقى الغطة كويس جدا و هنحضر بقى الصواني بتاعت الكب كيك ولازم طبعا نكون مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة علشان يكون سخنة جوة الصواني بتاعت الكب كيك و حطيت فيها كمان ورق الزبدة وبالازازة بقى هبتدى ان احط خليط الكب كيك ولازم تحطي كل الكميات تكون قد بعد بجد الاختراع ده حلو جدا هيخلي الدنيا متتبادلش معايك وتخلصي بسرعة و مفيش ولا نقطة هتطلع معايك برا شايفين الموضوع قد ايه سهل وبسيط و على فكرة فكرة الازازة بتكون اسهل بكتير من مكان الكب كيك لانها بتكون سهلة تنظيفها و كمان ممكن نرميها و نعمل غيرها في اي وقت بجد الفكرة حلوة جدا عايزكم تجربوها و انا عارفة ان هي هتعجبكم ان شاء الله ده شكل صواني الكب كيك بعد ما خلصتهم طبعا انا زي ما قلت لكم كنت مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة ههدي الدرجة و هنزلها على درجة حرارة مية وسبعين يعني اقل من المتوسط حاجة بسيطة اخدت معي قد ايه بتاخد من 20 ل 25 دقيقة من غير مفتح الشواية وبتاخد اللون الدهب التحفة من تحته من فوق شايفين ما شاء الله اول ما تلعت من الفرن رحيتها كانت في منتهى الجمال الكب كيك هش جدا وطاري ومن جوه بقى قطني ولونه فاتح جدا ده يرجع للمقادير المزبوطة اللي انا عملتها معاكم شايفين بقى ما شاء الله ادي الكمية 24 واحدة عدوهم معي بقى كده واحدة واحدة ما شاء الله عملنا كمية حلوة جدا هنفرح بيها الولاد وعملنا لهم كمان حاجة صحية وعملنها بادينا في البيت يلا بينا بقى نفتح كده اول واحدة شايفين الجمال شايفين التسوية شايفين الكب كيك من جوه لونه قطني ولونه فاتح ازاي ما شاء الله بجد طعمه رهيب جدا نفس طعم كيكة التوينكس بالزبط ما شاء الله حلوى قوي قوي عايز اقولكم الولاد واقفين جنبي ما شاء الله بيخطفوا من ايدي خطف كده من كتر جمال طعمه اقدميه زي ما هو كده لو عندك بقى سوس شوكولاتة ضلعيه كده وحطي شوية على الوش ما شاء الله بيكون طعمه حلوى جدا نستنياكم تجربوا طريقة وتقولولي رأيوكم في الكومنتين وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ان شاء الله